اشتركوا في القناة صباح النور يعني كابتن كل حدا بيعرفك وكل حدا بيتابعك بيعرف قد أنت من ثلاث سنين بتحكي عن لعبة كرة السلة وبتحكي عن مشاكلها ويعني بعد كل هذا التعب وبعد كل هذا الجهود تتكلل هذا الشيء بالنجاح الباهري يعني منقدر نقول أنه مش أي نجاح نحن وصلنا لكأس العالم 2019 فلو تحكيلي عن شعورك بهذا الموضوع أول إيش الحمد لله طبعا عن الإنجاز الكبير لسونا طبعا من ثلاث سنين لما كنت أطلع وأحكي عن المشاكل وأحكي عن الاتحاد وأحكي عن الأندية نعم كان كثير الأعضاء الاتحاد يرنوا علي زعلنين مني أنه ما بصير تحكي هيك وأندي يرن علي تحكي لي ما بصير تحكي هذا الحكي بس أنا ما كنت أردع حدا عشان أنا كنت بدي أحلي المشكلة لأنه كان مستقبل اللعيب عن بروح والسلة كانت راح تنمح بالبرد فإحنا اللعيبة ضلينا نحارب وهذا مش أيحد بقدر سويه إنه اللعيبة ضل تدفع من جيبتها عشان تلعب سلة وعشان ضل جاهزين فمخاربتنا إحنا اللعيبة هي اللي وصلتنا للإنجاز هذا وتابعناك وشفناك كثير على شاشة تلفزيون الأردني وحكيت كثير عن هذا الموضوع عبر هذه شاشة وعبر مختلف وسائل الإعلام طبعا ونحن الآن عم نشاهد مقتطفات من المباراة الأخيرة اللي كانت بينكم بين المنتخب النيوزلندي وبهذا الحديث وبالصور اللي عم نشوفها بنقدر نحكي عن الفرق بين النتيجة بالنتيجة بين المنتخب النيوزلندي ومنتخبنا الوطني كانت ست نقاط وهذا بيدل إنه التحدي كان كتير كبير فلو تحكي لنا عن إصرار لعبي المنتخب الوطني بالفوز كيف كان هذا الإصرار وصف لنا طبعا الفريق النيوزلندي أنت تعرف فريق كتير قوي هو الأول على مجموعتنا ما عنده غير خسارة وحدة يعني خسارتين مع اللي احنا فزنا عليهم فيها فهو من أقوى أفرقب آسة يعني فإحنا كان عندنا خلص هو الأمل الوحيد أن نفوز عليهم نوصل لكأس العالم غير هيك الحلم بروح صحيح والمحاربة الصنم نحاربها 3-4 سنين كلها بتروح على الفاضل زي ما وصلنا لكأس العالم فزي ما شفت كيف كنا نحارب على كل طابة 40 دقيقة ما يعني ولا دقيقة رخينا فيها أعطينا كل اللي للمدة 40 دقيقة والحمد لله شفت كيف النتيجة وكيف مستوانا كان يعطيكم ألف ألف عافية كابتن كابتن أنت بلاي ميكر بالمنتخب صانع ألعاب نحكي شوي عن وظيفتك بهذا الموضوع توصف لنا شوي تشرح لنا عن هذا الموضوع ممكن ممكن للناس تعرفش يعني صانع ألعاب بالمنتخب الوطني اللي كنت تسلق صانع الألعاب هو بيكون يعني هو المحرك ذا على الفريق هو المخ ذا على الفريق هو بيكون مخ اللعبة مخ اللعبة هو اللي بيكون المدرب في الملعب بياخد تعليمات من المدرب وبيطبقها في الملعب باقي اللاعبين ما بيأخدوا التعليمات يعني بس أنا بأخد تعليمات وأنا بوجه اللعيب عليها الهدف مش أنه أحط مقاط أو الهدف أنه أطبق الخطط الضغط الفريق بيكون يضغط علينا بالملعب كله أنا بتحمل هذا الضغط أنه أطلع بالطابة والباقي اللاعبين ما بتحملوا الضغط تكون كل واحد أنه أحطه بالموقع تبعه ومنلعب الخطة فهي هاي بتكون أكثر إنه بكون مدرب جو الملعب يعني جهد كتير كبير قمت فيه كابتن عمد الله يعطيك ألف عافية خلينا نحكي شوي عن الحضور الجماهيري الكثيف اللي كان موجود بالمدرجات يعني أنا شفت الحماس كان كتير كبير لو تحكيلي أدي أثر عليكم هذا التشجيع أدي أثر على لاعبي المنتخب وأداءهم بالمباراة صراحة أنا كتير بشكر الجمهور يعني أكثر من هيك جمهورين يعني بحياتي ما شوفت صراحة جمهور كان ضائع يعني إحنا من نسميها بكرة السلة إنه الجمهور اللاعب السادس إنه فيه خمس لعيبة في الملعب هو لاعب إضافي بيكون فأنا برأيه وجدت كان لعب الأول مش وسل السادس حلو كتير أثر كتير أعطانا حماس ووتر الأفريقاء ضدنا كتير زي ما شفت الصين ونيوزولندا نسبتهم بالتصويب نزلت من تحت طاص الجمهور كان الجمهور يوترهم وبنفس الوقت كان يعطينا حماس فهذا كتير أثر في المباراة وهذا سبب من أسباب الفوز صراحة يعني أكيد تحية لكل الجمهور اللي كانوا حاضرين معاكم بالمباراة وأكيد كل الشكر لهم لأنه كتير مهم موجودهم ودعمهم لألكم كابتن أنا سمعت خبر يعني ما بعرف صحيح مش صحيح أنت بدك تحكيلي هلأ مدى صحة هذا الخبر أنه في عقود أو فيه إشي برى الأردن بدك تعمله بدك توقعه بدك تتركنا وتروح يا عبدين حكيلي يعني أنت كيف عرفت أول إشيء عصفورة حكت لي لسه في حكي بس ما صار إشي أكيد بس يعني إن شاء الله إذا صارت ما رحبتك المنتخب طبعا بصير يعني ألعب وأرجع عمدتك المنتخب إن شاء الله أنك تبعد عنه وتبعد عن المنتخب بصراحة لا مستحيلة بعد عن المنتخب يعني إن شاء الله يزبط الموضوع وأكيد رحضا مع المنتخب حلو كتير كابتن كابتن بعد كل هذا النجاح الباهر اللي وصلت له أكيد فيه داعمين كتير لإلك بهاي المسيرة خلينا نقول ويمكن زي ما بيقولوا وراء كل رجل عظيم امرأة وتحية لزميلتنا ليلى السيد الإعلامية الرائعة مدية الأخبار بالتلفزيون الأردني هي زوجتك بتكون وأنا حب أعرف كيف كان دعمها لإلك يعني كيف كانت تدعمك كيف كانت تشد على إيدك وتشجعك احكيلي طبعا أنا بشكرها كتير أكيد دعمتني كتير بكف إن أصلا استحملت السفر يعني يعني من بعد العرص لهلأ أنا مقضيها سفر وبس نيجع لأردن بيكون في معسكر داخلي صحيح طبعا بشكرها على الدعم دعمتني كتير وبدأ وطبعا أهلي يعني دائما شكر طبعا للأهل وهي الآن صارت جزء من الأهل فالشكر بيكون إلها وللأهل كلهم يعني صراحة كان إلهم دعم كبير مش بس يعني مسيرة طول عمر كان إلهم دعم كبير والله حلو كتير حلو كتير كابتن بدي تحكيلي في نهاية اللقاء ما حضرتك اليوم رسالة هيك أخيرة بتوجهها لكل اللاعبين لاعبين كرة السلة وكل حدا بيحب هذه اللعبة إيش بتنصحه رسالة منك لإلهم بعد ما حققته هذا الفوز يعني خلينا نقوم الأول إشي الرسالة بوجهها لللاعبين بشكرهم كتير صراحة يعني أنا شفتم اللاعبين خلال ثلاث أربع سنين كيف يحاربوا وكيف يحبوا اللعبة يعني ما أتوقع أنها موجودة في أي بلد عادة البلد اللي لما ما تهتم في اللعبة وصير مشاكل اللعبة اللعبة بتنتهي صحيح اللعبة ضلينا إحنا ضلينا نحارب عشان اللعبة ما تروح ولما أنت تحكي أن نوصل كأس العالم بهذه مشاكل ومرت فترة فيش دور أردني ونوصل كأس العالم هذا إنجاز كبير وبحب أوجه رسالة لكل حدا بحب الرياضة إنه هاي جملة الرياضة ما بالطعم خبز عندنا في البلد معتقد خاطئ معتقد جدا خاطئ الواحد يعني إذا هو موهوب في لعبة ويحب اللعبة يظل يلعبها بالزبط ويحط حلم قدامه ويمشي عليه وما يهتم لحكي الناس ما بالطعم خبز وبعد عن الرياضة بيقدر واحد كلنا لعبة تلسل معنا شهادات صحيح يخلص يدرس بس يحط حلم فالو يمشي علي إيش ما تكون الرياضة سلة قدم طائر أينوا عن الرياضة حلو كتير يعني من شاشة تلفزيون الأردني ومن فريق برنامج يوم جديد فردا فردا كل الدعم لألكم شكرا قلوبنا دايما معاكم ومنتمنى لكم دايما كل النجاح والتوفي ودايما ترفعوا راسنا واسم الأردن بالعالي بالعالي شكرا كثير لألك كابتل محمود عبدين قائد فريق كرة سلة المنتخب الوطني كل شكرا لألك